في ظل كل المشاهد السلبية والعبثية اللي احنا بنحكي عنها في ظل الجمهورية الجديدة لعبد الفتاح السيسي اللي بيبشر بيها وبيتغنى بيها إعلامه ومرديه في كل مكان الحقيقة ألاف المصانع متوقفة عن العمل ومتعثرة وتعمل بنصف الطاقة ولا فيه انتاجية ولا فيه انتاج وألاف العمال تم تشريدهم وأصبحوا عطلين لكن في ظل كل ده بيطلع علينا لسان كل الأنظمة وطبال كل العصور مصطفى بكري عشان يقول لنا حقيقة لازم نسمعها مع بعض ومبروزها وبعدين نرجع نرد عليها رئيس السيسي خالد أصعب معركة في تاريخ مصر معركة إعادة بناء الدولة بروح الإنسان المقاتل كان بيبني الإنسان وبيبني الدولة كان بيسعى للحفاظ على صحة الإنسان فيروسي 100 مليون صحة الل 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 وفي نفس الوقت بيبني الحجر وبيعيد بناء البنية التحتية كاملة بصة مصطفى أنا زهيئة من الرد عليك فأنا مش هرد عليك أنا أخلي الفيديو اللي جاي طالما الراجل ده هو اللي بنى مصر وأنقذها من الهدم وقع بعقلية المقاتل ما تيجي كده نشوف المقاتل خرب كام مصنع وأنا بكلمك هنا عن المصانع يا مصطفى بكلمك عن المصانع عن العمالة عن العمال يا مصطفى تعال نشوف مع بعض كده أو نشوف كلنا مع بعض كده المصانع المتوقفة عن العمل في عهد الرجل اللي حافظ على مصر وبناها ومنعها أو حافظ عليها من الهدم زي ما مصطفى بكر بيقولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر